احنا دلوقتي موجودين في الحصة والحصة دي مش عشان اي حاجة علشان تعرفوا ازاي هذا الكتاب المثير للجدل اللي بيتكلم عن طريقة حساب المصري القديم واللي العالم النهاردة بيقول ليه معلمتوش ولادي بطريقة المصري القديم حضرتك قلتلي الفرق كنت لسه هتشرح لي بين الحساب القديم والحساب اللي في العالم ما بقول لها نفس الفكرة وحنعرض دلوقتي امثلة نشوف ازاي بيعلم بس المصري كان بيعلم بطريقة لطيفة جدا كان بيعلم بشكل لغز شكل حدوتة شكل مشوك يخلي الولد يخلق روح التنافس ما يخلقش روح الكالكوليتور طب انا جاهزة للحس واحنا جاهزة بس هنتفق يلا حين تحسب كون هادئا ولا تدع صوت يصنع ده المصري دي بأول درسة علمه لنا يعني ان الناس تبقى هادية احنا كلنا هنبقى الجاذي اللي انا كتبتو ده تبقى انش ممكن خط في الهيروغليفي سوية شوي لكن المصري عمل حاجة الاعداد اول حاجة الطفل بيتعلمها في المدرسة عشان يتعلم حساب العدد ايوه المصري عارف واحد لغاية عشرة عارف من عشرة ومضاعفاتها عارف المية عارف الالف عارف العشرة التلاف عارف الميت الف عارف المليون الجميل عندي ان انا عرفت الرقم في حضرات تانية الناس كلها عارفة ان في حضرات خدتها بالحرف الابجادي يعني الحرف كذا يسوي كذا اه لكن مصري القديم لأ الحح يعني مليون حفن اه سميها حفن يعني مية الف طيب قولي بقى الطريقة اللي هما في العالم شايفين انه ليه معلموش ولادها طيب ولادهم زي طريقة المصر نبدأ بها كده طريقة لطيفة هناخد مثال هنضرب عشرين تمام في تمانية على هنقول العشيف تمانية وستين مصبوح ده الرقم بتاعك صحيح المصر القديم عشان يعلم ولاده صح ويحفظوا الدنيا ماشي ازاي التمانية عدد زوجي ولا فردي زوجي زوجي طيب انا هعمل الاتي عشان اعلم ابني من البداية ماشي ادي عشرين تمام في زيرو تمام عشرين في اتنين مضاع يساوي اربعين عشرين زيرو تمام ام عشرين مضاعفات لاتنين اربعة عشرين في اربعة تمانين عشرين في ستة بقى انا اسف مية عشرين مية عشرين يعني دي الطريقة اللي انا شفت كمان ان هما مستغربين قوي ما بتتعملش بره ما بيدرسوش كده بره ليه دي الطفل بيتعلمه هو سنه ثلاث سنين عند المصر القديم او اربع سنين مع بداية الدراسة مع بداية التالي يعني المصري القديم الطفل اللي كان عنده ثلاث سنين هو اللي كان بيتعلمه بالطريقة دي او اربع سنين او اربع سنين او اربع سنين اه في المدرسة كان بيتعلمه بالشكلة في البرعن في بيت الحياة تعالي حضرتك بقى لو انا حامل هنا عشرين فيه طب وانت بتمسح ليه مثلا في العالم ما تعلمش بنفس الطريقة دي اذا كنت انا ما نقلتهاش للمصري في الحديث هنقلها للعالم ازاي يعني اذا كان الابن انا في المدرسة يعني كتاب سيدان نهاردة بيخليه لا انا بقوله قبل ما تقرأ كتاب دا يعني هما دلوقتي بسرعة جدا يرجعوا يبدأوا يعملوا الطريقة جديدة للأجال الجديدة 90% من الحصة بتاعتنا انا واخدها بالعبلاي الصالح كتابه ومقاله اللطيف عن الرياضيات في مصر القديم الله يرحمه طبعا انا كل الاحترام للكتب عبدالعزيز الصالح ولكن انا بتكلم انه حتى ابننا المصري ما بيتعلمش بالطريقة دي بتعلم زي العالم زي الاجنبي زي الاجنبي انا ما علمتهاش ليه يعني انا ما بدأتش عندي عشان انقلها في العصر الحديث 20 في 7 كام حطيلي 140 طيب السبع زوجة ولا فردي فردي يبقى 20 في 1 20 3 تعالي بقى حضرتك لما بيكبر شوية حيلحبوا شوية بقى وحيقول له المثال ده انا هقول له حياتك زي المصر القديم ما علمه مسألة بيت شارع انا اسم شارع يعني الناس لو بتكتب معي شارع اه في 7 بيوت تمام كل بيت في 7 قطط صح كل قط كل 7 فران دي زي الالعاب اللي بنلعبها كان بيحلموا كده في الوقت عرفت عرفت بقى فييضة للطفل يعني في دماغه كل حاجة يعني كل فار كل 7 سنابل اه كل سنبولة كان فيها 7 حبوب وطلب المدرس من الولد يحلها بطريقتين مش طريقة واحدة هنا بقى لما الولد كبر نشوف حيك الولد عملها ازاي اه عملها ازاي ده الولد المصري القديم يعني انا هلأ بتكلم مش الولد بتاعنا بتاع الزمن لا لا حبك انا بتكلم في 1000 قبل الميلاد تقريبا طب خلينا نكتب العنوان ده الطفل حضرتك معلشنا هنكتبه الطفل في الحساب في سنة 2000 قبل الميلاد بالزبط تمام ناخد بس خط كده عشان ده العنوان بتاعنا وحضرتك اشرح تفضل غرد غرد يعني طفل غرد ام في حسب حسب غرد في حسب غرد في حسب بالزبط غرد ام حسب والبنت اسمعها ايه غرد اه الطفل طيب غرد تيجي حريك بنشوف فالغرد المصري حعمل ايه تمام ادي عندي ايه حضرتك سبعة بيوت كل بيت خلينا نقول للناس احنا بنشرح المصري القديم عملها ازاي عمل ازاي انا بتكلم انا بنضحها للحساب في دماغ الطفل اللي عمره من 3 ل 4 سنين ازاي بالفضل وده اللي بيبهر العالم دلوقتي وهما بيدرسوه عايزين يدرسوا طريقة المصري القديم فحنبدأ عمل سبع بيوت سبع بيوت كل بيت في كام سبع قطط ايه كل قط هو دي اللي هي بتاعة 140 صح لا لا دي حاجة تانية خالف حاجة تانية كل قط اكل سبع فران سبع فران كل فار اكل سبع ثنابل تمام كل سنبلة بها سبع حبوب انا عايز منك انا بقى كمدرس بقول لحضرتك الطفل المصري انا ياسف طبعا معا انا الغرد في الحسب الغرد هنا محسب طيب انا عايز من حياتك عدد البيوت والقطط والفران والسنابل والحبوب اديني التوتل بتاعهم ما هعيد بقى لا مش هنعيد مش هنعيد هقول لحضرتك قال له تعملها بطريقتين الولد الطريقتين ورهم لنا على الاستراكا على كسرة البحر سبع بيوت سبع قطط سبع فران سبع سنابل ما تبقاش خمسة وتلاتين يا فن لا ما تبقاش هقول لحضرتك سبع بيوت فاربعة لا يا فن سبع بيوت كل بيت في سبع قطط يبقى سبعة في سبعة دي اول طريقة كل قط كان سبع فران يبقى تسعة واربعين شفت حقيقة وعملت لا لا حقول لحضرتك دي طريقة الاولينية والمضاعفات تلتمية تلاتة واربعين في سبعة معلش انا حلتها عندي فهو يفضل ياخد المضاعفات كلها ده الطريقة الاولى ودي الطريقة الاسهل بص الطريقة الاصعب اللي هيعملها بعد كده الفين تلتمية واحد في سبعة اداني خمستاشر مية وسبعة اجبع بقى كل دول دي طريقة انا فهمت اصدق هو عمل مضاعفات السبعة طول الوقت عارف حضرتك فيتسعة واربعين في سبعة في احد المحضرات سبعة 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 مضاعفات في احد المحضرات لطلبة الجامعة وانا بشرح فقلت له من الجملة يعني بقول له حاجة من إبداعات المصر القديم فبقول له دي كل اللي قاعد قال لي خمسة وثلاثين هو ضرب سبعة في خمسة سبعة في خمسة في خمس حاجات بالضبط سبعة في خمسة دي أول طريقة ودي السهل لكن هي السبع مضاعفات بالظبط طب الطريقة الثانية عملي بقى الطريقة الأصعب أو دي الأصعب الطريقة العلم ما بيذاكرش كده دلوقتي ما بيذاكرش بالطريقة دي دي الأصعب دي الأصعب الأسهل بقى الولد عملي الأسهل دايما حضرتك الأسهل بتبقى الأطول لما حضرتك بتبدأي مع ابنك هو صغير بتتديله الحاجة هارف حالي بتعمله ستريتش بتفرديها طبعا فعمل إيه خد كل بيت ونصيبه من كل حاجة آه آه يبقى البيت بيت واحد البيت فيه كام سبع قطة سبع قطة خد قطة بقى أو ليه لأ السبع قطة بقى فيه كام فار بقى فيه كام كذا بقى فيه 49 فار بقى فيه كذا يعني البيت فيه سبع قطة فيه 49 فار فيه 343 سنبولة وكله سبع في سبع في سبع فيه 2301 حاجة ده البيت الواحد حضرتك بقى اضربي في سبع بيوت في سبع بيوت هيطلع التوتل بتاعي اللي هو هيبقى 17 807 هي كلها بتتكلم عن المضاعفات فعشان يشغل دماغه انه كل حاجة تبقى في سبع في سبع في سبع دي مسألة ناخد مسألة تانية ناخد أو ناخد حاجة تانية انت عايز تكلمني عنها برضو في طريقة الحسابات اعلى بقى شوية الولد كبر شوية مقدار دي مسألة تانية ده كان بيبقى عمره كم سنة خمس ست سنين بيتعلم المضاعفات دي طيب تعالي حيتك بقى نشوف لما يكبر شوية كبر شوية بصي بقى المسألة دي لانه تعامل معها بطريقة يمكن ربنا يحفظه جوز بنتي هو اللي سميها لانه هو مهندس فقال لي دي بنسميها دلوقتي المعدلة الوهمية أو العدد الوهمي قال لي لما بقول قلت له حللي المسألة دي زي المصر محلها مقدار مقدار اكس ده اللي العالم كله بيقول 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 اكس ايوه دلوقتي يقول اكس على اي حالي اضيف اضيف اليه ربع فاصبح خمستاشر تخيلها حليك دي مسألة مقدار اضيف اليه ربع فاصبح طيب الربع هنا بيدي دايما عنده ايه واحد على اربعة واحد على اربعة الربع فاصبح عنده العدد الوهمي اللي هو اخده كام اربعة اربعة دي اللي هو عدد الوهمي عنده اربعة طيب ربع الاربعة كام واحد اربعة ربع بتاعه يبقى كام خمسة خمسة على خمستاشر اه تلاتة تلاتة فاربعة تربعة تبقى كام ناشر يبقى الرقم اتناشر طيب سؤال تيجي حضريتك بقى نقول مقدار اضيف اليه ربعه فاصبح خمستاشر لتناشر ربع لتناشر كام اه تلاتة تلاتة صح تلاتة صح خمستاشر صح خدت حيك شوفت حيك وعمل ايه هل هي ممكن تبقى كده ديها واحدة لألم بس فضل لي فضل يعني هل هي ممكن تبقى كده تلاتة في اربعة على اتناشر بالذب يا دي طريقة المصري بالذب لا هي هو مش كده هو مش دي الطريقة دلوقتي دي الطريقة دلوقتي دي اللي هو مش بيه هو مش بالعدد الوهمي مش باللي العالم خده بعد كده المعدلة الوهمية طب سؤال ليه العالم او ليه احنا كمصريين ما ذكرناش بالطريقة المصري ما نقول لحضرتك هي دي المشكلة انا فطرة دخل عندي احتلالات ودخل عندي فهما فرضوا علي الطريقة كانت اول حاجة حول الفكر كله من المتراضف المصري من السلوك المصري من الحاجة المصري لان خلي بالحضرتك اللي جاي لك دايما ما عندوش المخزون بتاعك عارفة حضرتك لما حد يدخل بيتك وما عندوش الحاجة المحترمة الفخمة لبيتك بيحاول يمحيها عندك مش بيحاول ياخدها منك ويكتسبها يمحيها عندك ومع الوقت لما هو يشتغل بيها يقول ان هو اللي اخترح طب سؤال تاني ليه الفلاح الفصيح لغاية النهاردة هو بيزرع بيزرع على طريقة الأجداد زي ما حضرتك قلت بفط يقولك لا وقت الغيط بروح الغيط وهات بروح الغيط وهات يعني معناها خلاص ان الزرع تلع والدنيا تلع ليه لم يدرس حتى ده هما بياخدوه عادات وتقاليد انا بقول لحضرتك لما بنيجي ندرسه حتى للطلبة دلوقتي كتاريخ بيقولك ده عادة وتقاليد يا دكتور احنا ما بنعملش كده اما اهلين يعني ابسط سؤال يقولك هو هيدخل في الامتحان يعني حتى لما بيدرس الجزء ده المشكلة الأساسية زي ما بقول لحضرتك ان ده احنا تغير احنا لغاية النهاردة نقولي هنستعمل التقوم الميلادي كام واحد فينا يعرف بشانس وتوت وبابة وبرمهات ودي حتى شهر لان حتى الفلاح اللي كان بيحكيها لولاده ما بقاش موجود ما بقاش موجود اعتقد ده ده دورنا ان احنا نرجع نعيد الاشياء ولا ننتظر لمجرد انه كتاب يسير الجدل لان عندنا في مصر وعندنا في عالمنا كتب اصلا وعندنا مخزون ثقافي هو اصلا مسير للجدل طول الوقت حقيقة انا استمتعت جدا دكتور خالد بجد وحاولنا ان احنا ننقل للناس انه عندنا حاجات الناس بتتكلم عليها طول الوقت يمكن ما ننتبهش لها لا بتتكلم عن حساب المثلثات يعني اداني نص القاعدة في الارتفاع والمثلث اللي العالم كله بيدرسها صحيح يعني المصر ده اداني ان الدائرة قطرها كذا اه الحاجات دي لما بنياروها دلوتي العالم خدها كلها بس احنا احنا كنا نعرف من انها بتاعت المصر قديم طبعا لعشان كده لازم نرجع لعشان كده لازم كونت لايك اجيبشنز كونت لايك اجيبشنز وده اللي نختم به انا بشكرك جدا دكتور خالد غريب وانا بشكركم جدا حاولنا نعمل كده الحسة التعليمية دي مش عشان اي حاجة بس عشان تتأكدوا اللي عايز يقرأ الكتاب كونت لايك اجيبشنز موجود ولكن عندك في مصر كتب كتير جدا عندك مناجم عندك معابد عندك علماء عندك خبراء عندك مصر نفسها